السلام عليكم متابعي قناة توب تين عرب في حلقة جديدة يمكن أن يتطر الشخص للسفر لأسباب كثيرة سواء لوحده ورفقة أشخاص إضافيين وفي كل الحالات من الضروري أن يبحث عن مكان لسكن بشكل مؤقت فإن لم يتوفر على صديق أو فرد من العائلة قد يساعده يتبقى له حجز غرفة في فندق في هذه الحلقة سنشارككم خمس أمور لا نعتقد أن الفنادق سيروق لها أن تعرفها ونأمل أن لا تفزعكم بقدر ما ستدفعكم لتغيير طرق تعاملكم معها فالحيطة ضرورية قبل إتمام الحلقة ندعوكم للاشتراك في قناتنا إن كنتم زوارا جدد أما إن كنتم من متابعين الأعزاء فنشكركم على وفائكم ونعيدكم بمزيد من التمييز مستقبلا إن شاء الله في المرتبة الخمسة الغطاء المخصص للأجواء الباردة لا يتم غسلها هذه لوحدها قد تدفعكم لاجتناب تعامل مع الفنادق مرة أخرى تقام العمل لا ينظف غرف الفنادق بشكل كامل بل يخلف أشياء لا يراها محتاجة لتنظيف لقلة استعمالها وقد يكون أشهرها الغطاء المخصص للأجواء الباردة وهو الذي يستخدم أيضا كوسيلة لتزيين السرير لكنه يزال أثناء النوم لعدم ضرورة استعماله في الحالات العادية لكن اشتداد البرد يغير هذا الاختيار بقاء هذا الغطاء دون تنظيف يجعله جنة للميكروبات والكائنات الدقيقة التي تتكاثر عليه إضافة لأنواع من الحشرات الصغيرة التي تترك عدتها أثرا في أجساد ضحاياها وبما أن هدف الفنادق الأول هو تحقيق الربح فكثيرا ما تلجأ لتخفيض تكاليفها وهذا قد يصل لعدم تنظيف هذه الأغطية خاصة إن كانت أغلب غرفه محجوزة فكميات المياه ومواد تنظيف التي سيحتاجها الفندق في هذه الحالة ستثقل فاتورته لا محالة ولكم أن تتخيلوا لو كان الغطاء من نوعية جيدة غالية الثمن فسيحتاج لعناية أكبر ما يعني إنفاقا أكثر على عمليات تنظيفه ونتيجة لقلة تنظيفه تتركم البكتيريا عليه قبل أن تنتقل لمستخدميها الذين ينقلونها بدورهم للأماكن التي يقصدونها بعد مغادرتهم الفندق وحتى لو تم تنظيفها بشكل خفيف فستبقى محتوية على أثار السويل التي أفرزتها الجساد من استعملوها قبلا مثل العرق وغيره ولا نخال أن أولئك من سيعجب استخدام غطاء ملئ بها لذا ننصح بإزالته وعدم استعماله أو استخدام آخر خاص بكم يمكنكم حمله معكم كلما انتقلتم لفندق جديد في المرتبة الرابعة مشكلة التعقيم عندما يتعلق الأمر بتعقيم فهو يشمل أمور أخرى غير المياه أشارت دراسات متخصصة أن مياه الحمامات في الفنادق ليست معاقمة بالدرجة الكافية بل أن السهلاكها قد يؤدي إلى إحداث المغصي أو أمراض مختلفة لكن إن تجاوزنا قضية الماء فهناك أمور أخرى تخضع لتعقيم أيضا أو بالأحرى يجب أن تخضع له كالأوال التي يقدم عليها الطعام وحتى أجزاء بعض الآلات كالمخصصة لأداد القهوة مثلا فكلها من الضروري تعقيمها لكن قليلا من الفنادق من تقوم بذلك ومن أشهر الحالات الخاصة بإغفال تأكد من نوعيات المياه المقدمة ما حدث في قضية إيلايزالام التي لم يتم اكتشاف جثتها إلا بعد انكثرة البلاغات حول سوء طعم المياه ما دفع بالقائمين على الفندق للتحقق من خزاناتها ليكتشفوا جثتها عائمة داخل إحدها يمكنكم التفكير في الموضوع كما تريدون لكنكم ستجدون أنفسكم أمام ضرورة استهلاككم مياهكم الخاصة التي يمكنكم شراؤها من المتجر إضافة إلى استعمال أشيائكم الخاصة عند القدرة على ذلك والأحسن تأكد من سمعة الفندق في مجال النظافة قبل حجز إحدى غرفه في المرتبة الثالثة تكاليف الخفية المضافة الكثير من الفنادق ترجو إلى إضافة تكاليف خدمات كثيرة بسيطة إلى فاتورة الفندق لينتهي الأمر بالمقيم بها إلى دفع مبلغ ضخم نظير خدمات قد تبدو عادية وصغيرة كاستخدام الأنترنت مثلا وقد يتجاوز الأمر إدارة الفندق ويصل العاملين فيه أيضا والذين يتوصلون بأجور ضئيلة يعتبرها بعضهم منصوغا لطلب مقابل مادي نظير توفيره خدمته كحمل الحقائب أو حتى مقابل إجراء مكالمات هاتفية لإدارة الفندق أي أنها اتصالات داخلية لكن الفندق والعاملين فيه يطلبون مقابلا لها رغم ذلك ونصائحنا لذلك أن تتجنبوا شراء ما لا تجنون ثمنه محددا بشكل واضح ويمكنكم التأكد من ثمنه أيضا باستخدام الأنترنت حتى تضمانوا أنكم لستم ضحية لعمليات سرقة أما بنسبة للمكالمات فمن الأفضل أن تقوموا باستخدام هواتفكم الخاصة خاصة إن كانت دولية ويمكنكم الاضطراع على الباقات التي تقدمها شركة الاتصالات والمخاصة للمسافرين وبنسبة للمطعم الخاص بالفندق وجدتم أنه قد أغلق بوابه فأودوا لغرفكم وابحثوا عن آخر غيره وتفادوا الجلوس في المشرب لأن من الفنادق تلك التي تقوم برفع أثمنة المشروبات التي تقدمها وأخيرا من الضرورية تأكد من الفطورة قبل مغادرة الفندق بساعات لتفادي الوقوع ضحية ضغط الوقت فيضطر الشخص أن يدفع ما يرفضه الفندق كمبلغ لتفادي أن يتأخر عن موعد مغادرة طائرته أو وسيلة النقل التي اختارها فتأكده من المبلغ الورد في الفطورة مدة طويلة قبل مغادرته يعطي الوقت الكافي لتواصل مع إدارة الفندق أو طلب توضيح لما ورد فيها من نفقات أو أخطاء في المرتبة الثانية خدمة الغرف الفنادق التي تقدم مقابلا ماديا ضئيلا لموظفيها كثيرا ما تجد شكايات كثيرة حولهم فمن الذي سيفني جهده من أجل مبلغ مالي يعرف أنه يستحق أكثر منه من يحجز غرفة في فندق مماثل يلاحظ لا محال أنه إن طلب مثلا طعاما فسيأتي متأخرا وفقدا درجة حرارته الأصلية ولأن من المستبعد أن الطاهي هو المسؤول عن ذلك فأصابه الاتهام ستوجه للخدم الذين قليلا ما سيهتمون بالأمر خاصة وأنهم سيكتفون بالاعتذار ملقيين اللوم على الطاهي أو بطء المسعد قبل أن يطلبوا إكرامي من الزبون الذي لا يجد إلا أن يقدمها وبالنسبة للطباخين فأمرهم ليس باليسير فحتى إن قاموا بعمل جيد وأعدوا أطباقا شهية فقليلا ما ينالون المدحة والتقدير أما أغلب الوقت فمن ينالهما هما الخدم الذين يستفيدون من إكرامياء أعلى قيمة أما إن حدث ووجه شخص مشكلة مع إحدى خدمات الفندق قليلا ما يتم توجيهه للجهة المختصة وحتى إن أبلغها فقليلا ما تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة في المرتبة الأولى والأخيرة عندما يتحول الموظفون إلى صارقين الأقفل التي تزود بها أبواب غرف الفنادق كثيرا ما تكون سهلة الكسر أو منساء النسخ مفاتيحها هذا بالنسبة لأي لس قادم من الخارج لكن بالنسبة للذي يتجول بين أجنحة الفندق وأغرفه حاملا مفتاحا رئيسيا يفتح به كل الأقفال ففي هذه الحالة يصبح التعامل معه أصعب خاصة وأنه يستطيع استهداف المقيمين في الفندق بعدما يلحظ امتلاكهم لأشياء ثمينة وقدرته على ولوج غرفهم بسهولة دون علمهم وكثيرة هي الحالات التي تسجل سنويا لعمليات سرقة من طرف موظفين في الفنادق التي يعملون فيها وحتى بعد ثبوت حدوث عملية سرقة فكثير من الفنادق ستحاول عقد الصلح بين الضحايا والموظف السرق بهدف المحافظة على صورة الفندق أمام زبنائه الآخرين أي من هذه الأمور ثارت انتباهكم أكثر هل تعرفون أخرى غيرها؟ شاركون أجوبتكم في تعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل يعجبكم تفعيل خاصية الإشارات بالضغط على الزر الذي يظهر قرب زر المتابعة والالتحاق بقناتنا للمزيد من الفيديوهات المنوعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر